عسلا اليوم أحب أتقدم لكم كتاب مولود فرعون لوفيس دي بوغغ مولود عام 1913 في منطقة القبائل الجزائرية من أكبر المدافعين على القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي مات مكتول عام 1962 على طريق منظمة سرية عسكرية فرنسية يحكي فيه على جزء مسيرة ذاتية متاعه على لسان من راد فورولو كيفاش في الصغرى متاعه عايش في منطقة تيزي هيبل في القبائل الجزائرية في فقر متقع ويكتب على العائلة والتضحية التي يعملوها على خاطره ويصدها تخلي الليسي لنكن نعرف مولود فرعون والحقيقة اكتشفته بارازار في الفيسبوك في قروب دي لكتور بعد ما اخذت الكتاب عجبني على الأخر كتابة سهلة جميلة في الويد قصيرة ما يشتو إلى برشا ويكتب جميلة جميلة معناها من الظروف الفقر هذه كيفاش في الصغر في الأخر فرنسا الحاجة جميلة زادة الظامرة أنه ورنا في هذه البريودة فرنسا لم تكن ببتغاها فرنسا كانوا يمشيوا لها لبراكاسي لكي يصوروا بعض المال ويأتي بها مديونهم في الزاير